تمام، مساء الخير عليكم إن شاء الله ومساء نور على مشاهدين الكرام في كل مكان أكيد شخصية السيد نتشيرفان هي شخصية محبوبة جدا وهو يلتمس هذه المحبة من السيد مسعود لأنه الروح الأبوية لهذه العملية السياسية وأيضا العلاقات التي تربط القادة السياسيين مع السيد نتشيرفان وسيد مسعود لذلك الملاحظة في الزيارة التي تمت لسيد الرئيس الأقليم أن كل أطراف السياسية في بغداد كانت الابتسامة غالبة على وجهها في هذه اللقاءات ولقاءات مبودية وأخوية وبالتالي تواصل وطبيعة اللقاء أكيد ينتج عن التفاهمات وتقارب وجهة النظر يعني قادة البلد أكيد لازم هناك تواصل وحوارات متواصلة للرؤية الداخلية للمشاكل التي تواجههم وأيضا توحيد السياسات الخارجية للعراق الفدرالي يعني أكيد لازم ينظر القادة السياسيين في العراق إلى ضغط هذه المشاكل وبالتالي هو شعب الأقليم وموظفي الأقليم حالهم حال الموظفي في كل الدوائر والمؤسسات في العراق وأكيد المسألة لا تصل إلى مسألة تأخير رواتب وأرزاق ناس السياسة ليس العلاقة بهذه المسائل المفروض يعني هذه المسائل تكون ذات بعد إنساني ووطني أكبر من موضوع السياسات وبالتالي المشاكل العالقة والتي دائما تواجهنا في هذه المسألة في الموازنة وإرادة النفط يجب أن نرى لها نهاية في هذه المشاكل من سنوات يعاني منها الإقليم في كل سنة في موضوع الموازنة وموضوع النفط ولو أقير قانون النفط والغاز ربما كان سهل علينا هذه المهمة وانتهت الحوارات في هذا الاتجاه باعتبار موجود قانون يحدد كل الإشكاليات التي ممكن أن تواجهنا لكن تأخير هذا القانون أبقى المشكلة مع كل حكومة تأتي وفي كل موازنة يعاني من هذه الإشكاليات يعني الحال في تقدير إبعاد أطراف السياسية والمسألة حكومية يعني اليوم الحكومة الاتحادية مع حكومة الأقليم ممكن أن يحلون مشاكل لكن تدخل بعض الأطراف السياسية لمصالح انتخابية وتصريحات غير موزونة تؤثر على الطرفهم بالتالي يعني ضغط باتجاه الحكومة الاتحادية وانزعاج من طرف حكومة الأقليم أنا أظن يعني الحكومة الأقليم مع الحكومة الاتحادية قادرين على حل كل الإشكاليات وبالتالي يعني لن يكون رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء إلا في صف يعني موظفي الأقليم والموازنة وحكومة الأقليم لأنهم جزء من العراق ولا يمكن أن يكون هناك خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الأقليم يعني أكيد هذه المشكلة لا تصف في صالح العراق وتحرج الحكومة الاتحادية في هذا الإطار يعني لا يمكن أن الأجواء والقواعد الموجودة هي موجودة باتفاق يعني الإطار الموجود بين العراق والولايات المتحدة اليوم الوجود قوات الأمريكية ليست قوات احتلال هي تواجد وفق اتفاقية بالتالي الوحيد من حقه أنه يمكن يطالب هذه القوات بالخروج هو الحكومة الاتحادية فوجودها هو وجود رسمي وبالتالي يجب احترام هذا الوجود من احترام الحكومة المركزية وأي عمل يعني يمثل خرق للقانون وغير صحيح غير دستوري وبالتالي المفروض الحكومة الاتحادية تحاول منع هذه الهجمات لأنه بالتالي يعني الإقليم هو جزء من العراق وأي تواجد به وتواجد رسمي ودبلوماسي لا يمكن التجاوز عليه وبالتالي هذا الطرف إذا خرق يعني الاتفاق الحكومي أو خالف رأي الحكومة الاتحادية أكيد يكون هو خارج عن القانون ولابد أن الحكومة الاتحادية تفرض جهد أكبر في هذا المجال لا يمكن أن يستمر هذا العمل خاصة باتجاه أربيل وطائرات أو قصف يعني هذا لا يصح أكيد حكومة أربيل يجزون من الحكومة العراقية وشعب أربيل والناس الموجودين في أربيل هم يعني يستحقون هذا الأمان اللي حافظوا عليه لسنوات طويلة ويأتي هذا العمل يعني يؤذي كل الأطراف وبالتالي عمل غير مقبول لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا إنسانيا يعني أكيد هو الهجوم ليس باتجاه قليم نفسه يعني هو ذكر ضيفكم أن هم اللي يبررون المسألة أنها مرتبطة بالهجوم الصهيوني على غزة وبالتالي هناك عاطفة إسلامية وإنسانية مع الشعب الغزاوي وما يجري من إبادة جماعية وبالتالي أمريكا مشتركة بشكل مباشر في الحرب تجاه الشعب الفلسطيني ومساندة بالمال والسلاح للصهاينة هذه يعني أكيد تدفع بعض العواطف الموجودة عند المسلمين أو الإنسانية بشكل عام يعني أن يقوموا بأعمال غير موافقة للحكومات والدول لكن هو تصرف ذاتي أكيد يعني غير صحيح إذا باتجاه العراق لأنه تواجد هذه القوات داخل العراق غير مرتبط بالعمل الموجود في غزة أو مرتبط بإسرائيل هذه القوات موجودة باتفاق حكومي المفروض على الحكومة الاتحادية أن تمنع هذا الموضوع ولا تدخل العراق والألاغي العراقي بنزاعات خارج حدود العراق أو يكون العراق ساحة لتصفية خلافات أو نزاعات في مكانات أخرى نحن نتعاطف مع الشعب الفلسطيني وأكيد قلوبنا وكل الشعب العراقي هو داعم لغزة والفلسطينيين لكن ما يجري لا أظن أن أهل غزة يستفادون منه بقدر ما أن العراق وموقف الحكومة الاتحادية يكون بحرج من خلال الاتفاقية الأمنية الموجودة أو التواجد الرسمي للقوات الأمريكية بموافقة الحكومة الاتحادية المفروض على الحكومة أن تضع قوات تمنع أي عمل عسكري غير منضبط غير تابع للقوات الأمنية الرسمية باتجاه أي مكان موجود على الأرض العراقية السلاح غير منضبط السلاح غير الرسمي هو خرق لسيادة الدولة ضعف للحكومة الاتحادية يجب أن تتجاوز هذه المسألة للحكومة الاتحادية وتسيطر على أجواء وأرض العراق ولا يمكن أن يكون هناك خروقات من أطراف عراقية باتجاه أي منطقة داخل حدود العراقية ترجمة نانسي قنقر